السلام عليكم متابعين الكرام اهلا بكم في قناتنا الاخبارية وجه فوزي لقجة رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحذيرا شديدا لهجة لاي حكم من حكم البطولة الاحترافية يعمل على محابة اي فريق من الفرق الوطنية وترجح كفة فريق على اخر ورد رئيس الجامعة خلال حديثه في اللقاء التواصل المنظم حول موضوع التحكيم امس الخميس بسخيرات حول كل ما يرجو بشأن محابة الحكام لفريق نهضة بركان في مباريات الدور الاحترافي رغبة منهم في نيل رضا فوزي لقجة محذرا في هذا السداد قضاة الملاعب الوطنية من محاولة التقرب منه بهذه الطريقة وتوعد لقجة حكام البطولة بعقوبات قاسية في حال ثبوت وجود نية لمحابة فريق من الفرق مطالبا اياهم بالعمل على تتبيق القانون بسرمة مع كل الفرق دون استثناء مع الحرس على النزهة والشفافية والمعقول خلال القيادات التحكيمية لكل المباريات ورفع رئيس الجامعة سقف الانتظارات عاليا مطالبا الجميع بالعمل قصد تطوير التحكيم المغربي حيث لا يفهم كيف يتربع حكام دول افريقية مغمورة على عرش التحكيم الافريقية رغم الامكانية الضعيفة مقارنة مع ما يتوفر عليه المغرب في المقابل يتواصل غياب حضور الصافر المغربية في المحافل القرية والدولية